طيب خلينا نروح لكاس العالم بقى وماتش انجلترا ماتش انجلترا ليه فيه وقفتين مهمين جدا واحد قاعدة في منتقى الاهمية الهدف المبكر يؤدي الى المتعة ده دي قاعدة اخدها كده المفتاح السحري لحالة الروتين وحالة التصرع وحالة التوتر وحالة الضغط انك انت تسجل هدف ويا سلام لو كانوا هدفين في بداية المباراة ده ينقلك لنوعية تانية من الكواليتي ينقلك لراحة ينقلك لانك بتتخلص من الضغوط والتوتر وبالتالي بيقى فيه اريحية ويبقى فيه متعة وده يمكن الترجم بشكل كبير جدا في هدف جاك ريليتش السادس اللي احرازته انجلترا في مرمى ايران تعالوا نبص كده على اللعبة دي اتلعبت ازاي واحد رقميا رقميا خلينا نقول انه الهدف ده كان نتاج 35 باس اتبانت بيها الهجمة اللي قدت لتسجيل جاك ريليتش الهدف السادس لنجلترا الرقم ده على مستوى الارقام هو الرقم الاجبر في التحضير او جملة الاطول في التحضير لتسجيل هدف من كاس العالم 66 من كاس العالم 66 يعني نتكلم في 34 و 22 متكلم في 56 سنة نص قرن ما حصلتش الهجمة دي في ملعب كاس العالم لكن اللي يهمني كمان في الجزئية دي هي شكل البناء كان فين اولا التلات خطوط سهموا فيه طبعا فيه احراز الهدف لكن لما تبصت شكل الخريطة عدد القصات اللي تلعبت كلها تقريبا في نص ملعب انجلترا او اغلبها خلينا نقول مثلا تلتنها حصلوا في نص ملعب انجلترا ثم كانت النقلة السريعة جدا لجاك جريليتش الادرن هو يحرز الهدف السادس لانجلترا اعتقد انه هدف من الاهداف اللي مش هتنسى في تاريخ المنتخب الانجليزي زي ما فيه اهداف كده بنشوفها على السوشال ميديا للاهلي فيها تيكي تاكا دي المتعة انا ما زلت عند رأيي في كورت القدم مش بس في الاهداف او في لحظة احراز الهدف المتعة هي حلاوة الاداء المتعة انك تستمتع بطابلو بيعبر عن امكانياتك وعن قدراتك وعن مهاراتك على مدار التسعين ديها كلها مش بس نكتفي بالفرحة او بالمتعة في لحظة احراز الهدف ترجمة نانسي قنقر